وزارة الداخلية نشرت على مواقعها المختلفة على سوشيال ميديا فيديو بيوضح جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال الشهر في المجال الأمن العام خلونا نشوف التقرير جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصرا إجراميا ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بالنطاق 25 مدرية أمنه وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 1221 قطع السلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية ألية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوشة و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضنيات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3961 قطع السلاح ناري بحوزة 3257 متهما أبرزها جرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدسا و2876 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات المختلفة العيرة و478 خزينة إضافة ل495 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاس ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلا عصابيا ضموا 171 متهما قاموا بارتكاب 159 حادث كما تم ضبط 538 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف أمود 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 539 متهما كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين و343 ألفا وتسعمائة واسنين حكما قضائيا من بينها 9341 حكم جنيا و714 ألف و390 حكم حبس جزئي و121 ألفا و518 حكما مستأنفا ومليون و171 ألف و166 حكم غرامة و327 ألفا و487 حكم مخالفة